هذه فصائل تطرب إسرائيل بالرغم من عدم ضلوع الحكومة العريقية بهذا الأمر إذن تتلقى أوامرها وأموالها وتدريباتها وأمريكا أيضا ما تتعامل بموقف دبلوماسي سيد جابريا يعني دنشوف أنه أمريكا منخرطة بالحرب بشكل مباشر دنشوف أكو منظومة ساد، دنشوف بيتو بالسماء، دنشوف بالبحر أكو غواصات وبارجات أيضا هي مشاركة بالحرب بالنسبة للموقف أمريكا كما تعلمين سيدتي الإسرائيل تعتبر حليف للولايات المتحدة ووزير الدفاع الأمريكي وكذلك وزير الخارجية والبيت الأبيض يقولون بأننا سوف ندافع عن إسرائيل إذا اقتضت الضرورة لذلك تجدين الأسطول الأمريكي والطائرات الـ F-35 متواجدين بكثافة في الشرق الأوسط لمنع ضرب إسرائيل من قبل إيران أنا لا أعلم لماذا فصائل المقاومة تقوم بدور موالي لإيران ضد إرادة الحكومة العراقية الحكومة العراقية ما ألا ضلع بما يحصل هناك مسائل دبلوماسية بالإمكان التحدث عنها من خلال مجلس الأمن يعني ممكن اليوم سيد جابريال يعني اليوم اللي تتسوي أمريكا فقط لأنه إسرائيل حليفتها ما هو أكو حلفاء أيضا لأمريكا يعني مثلا العراق يعني ممكن راح تسوي هذا الشيء للعراق أيضا العراق حليفة سيدتي الفصائل المقاومة تضرب القوات الأمريكية من أكتوبر إلى الآن ضربت قواتنا حوالي 200 دولا تمام بس هي ما عدا اتفاق دقيقة هي ما عدا اتفاق ويا الفصائل هي عدا اتفاق ويا الحكومة العراقية هي شريك الحكومة العراقية هي حليف الحكومة العراقية شعلها بالفصائل صحيح ولكن الحكومة العراقية كمان مهددة من خبل هذه الفصائل الحكومة العراقية لا ترضى بما تقوم به هذه الفصائل بضرب إسرائيل أو بضرب القوات الأمريكية ولكن هذه الفصائل مدعومة من إيران تقوم بهذا العمل بغض النظر عن وجود الحكومة الإيرانية أم لا